سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد من حدث أمباكت النسخة المحلية للأسف ما قدرنا نوصل لسان فرسيسكو هذه السنة ولكن احنا هون عشان هذه الأجهزة الجديدة الجيل الجديد من أجهزة سامسونج عائلة الأس 23 اللي جاءت مع كم من التحديثات الطفيفة المتنوعة اللي بتتحسن بعض الأمور اللي كانت محتاجة إلى تحسين من الجيل السابق فمش تحديثات جذرية تماما بس فيه تحديثات وفتتركز بثلاث نقاط رئيسية أولها هي مسألة التصميم فكلا من أجهزة الأس 23 السادة الأساس زائد نسخة البلس أخذوا شوية كيوز من تصميم الألترا فبدايةً ظهر هاي الأجهزة كاميراتهم بطل في حواليها الإطار اللي كان موجود على الأجيال اللي قبل صارت الكاميرات أقرب كثير لنسخة الألترا وحافظوا على الواجهة الفلات المسطحة اللي بتخلي صراحة مسكة الجهاز مميزة وحلوة لازال في عندك كل الميزات الخرافية مثل مقامة الماء والغبار قارئ البصمة المدمج بالشاشة سماعات الاستيريو وكل الأمور الفخمة اللي تعودنا عليها من سامسونج ولكن التغييرات اللي من رأيي محرزة هي بالألترا فأول شيء الإنحناء اللي كان موجود على نسخة 22 ألترا ظغر كثير على 23 ألترا فصار الجهاز بوكسي أكثر الحيث أنه يعني الإنحنات موجودة بس خفيفة جدا من الواجهة ومن أل الظهر الأمر اللي صراحة مظهره يعني ومسكته وشعوره في الإيد شيء حلو ومميز هذا الأمر بالطبع مع الحفاظ على ميزة القلم ودعم الأسبن على نسخة الألترا وأيضا كل هاي الأجهز ظهرت الآن بتيجي مع جوريلا جلاس فيكتس الجيل الثاني اللي هو أقوى لسه وأكثر تحمل خلينا نحكي للخدوشات والكسر من اللي كان على جيل الأول الشاشات ما تغيروا بشكل عملاق فلا نزل بنتكلم عن نفس الأحجام تقريبا 6.8 أنش على الألترا 6.6 على البلس و 6.1 على العادي اللي كلهم في الـ HD بلس مع عدل ألترا اللي بيجي كواد HD بلس بالطبع كلياتهم 120 هيردز مع كل تأكيد شاشة الأموليد الرهيبة اللي سامسونج تعودنا عليها منهم وأيضا مع نفس قدرة السطوع اللي كانت موجودة على الأجيال السابقة فـ 1750 نت للألترا وحتى البلس اللهم فقط النسخة الأساسية الآن 23 سادة هو الوحيد اللي بيظل حوالي 1300 نت اللي برضو لا تزال رقم أعلى بكثير من فلاكشب الثانية لكن الشاشات بشكل عام ما فيهم تغييرات وقفزات عملاقة جدا عن اللي قبل بس ثاني وأضخم جزئية من ناحية التحديثات تيجي على الكاميرات بالتحديد في حالة الألترا اللي كاميرته الرئيسية انتقلت من 108 ميجا بيكسل إلى حساس جديد بقوة 200 ميجا بيكسل الأمر اللي يزال فيه عندنا فيه بفكرة البيكسل سامبلينج اللي بيجمع 16 بيكسل فيه واحد اللي يعطيك أداء أفضل وحدة أعلى وكونتراست وفوكس أفضل وكل هذه الأمور اللي شفناها من سامسونج وفي عندك الحساسات الأخرى برضو اللي تعودنا عليها من سامسونج من قبل مثل حساس 12 ميجا بيكسل ألترا وايد حساس 10 ميجا بيكسل للزوم وكمان حساس للبعد أو التكبير البعيد خلينا نحكي اللي هي عشر أضعاف اللي مجموعة مع عشر أضعاف أخرى رقمية تعطيك 100 أكس ديجيتال زوم فهذا الشي ما تغير بين الديجيتال وبين الأوبتكل لا يزال فيه عندنا مدى الزوم الكبير جداً اللي شفناها على الجيال اللي قبل كاميرات الأجهزة الأخرى لا تزال مبدئياً كما هي حساس رئيسي 50 ميجا بيكسل عدسة ألترا وايد 12 وعدسة زوم 10 بس التغيير جاء على كاميرات السيلفي فالآن كل أجهزة الثلاثة وعشرين تستخدم نفس الكاميرا تاعت السيلفي اللي تأتي بقوة 12 ميجا بيكسل بدل ما كانت 10 على البلس وعلى العادي بجيل السن اللي قبل أضف إلى أنه في عندك كم من التغييرات من ناحية السوفتوير اللي هو شيء عند سامسونج موجود وبقوة من ناحية معالجة الكاميرات والتعامل معها بحيث أنه التطبيق نفسه وصار فيه الآن عندك وضعيات للتصوير السمائي وتصوير النجوم والأمور تحت الأستروفوتوغرافي بالإضافة لميزات مثل الروا من ناحية قدرة أنه الجهاز بيقدر أنه يسجل معلومات كبيرة جدا عن اللي الحساس قاعد بيشوفه وهذا الكلام صار الآن يحفظ بملف بدقة 50 ميجا بيكسل بدل 12 ميجا بيكسل عن قبل وأيضا جهاز الألترا بالتحديد صار حسا بصور 8K 30 FPS بدل 24 اللي كان محدود لإلها الجيل اللي قبل بالتحديد كان 22 الألترا هذا الكلام الآن تحسن وفيه شوية تعديلات على مسألة الستيبلايزيشن تصوير الكاميرا أمور لسه ما اختبرتها وبكثافة بإذن الله هذا كله رح نحطه تحت المجهر بالمعين الكاملة جزء الثالث من التغييرات اللي اجت على هذه الأجهزة بيتعلق بالأداء فالآن انتقلنا من معالج سناب دراجون 8 جن 1 إلى الجن 2 والفرق مش فرق بسيط مش شعرة صغيرة لأنه الفرق الأساسي ما بين جن 1 وجن 2 وأنه الكور السريع اللي موجود في الجهاز ما بين الثمن كورات صارت الآن سرعته بتوصل ل 3.36 جيجا هيردز بدل 2.8 اللي كانت موجودة على الجيل السابق الأمر المفروض يعطيك أفضلية من ناحية الجايمينج يعطيك حد زيادة واستجابة أعلى بالإضافة أنه هذا الكلام مجموع مع تبريد أفضل من قبل الجهاز بالذات على نسخة الألترا اللي سطحها شوي زاد فصار الآن في عندنا نسبة أكبر ومكان أكثر اللي بوزع فيه الحرارة في داخل جسم الجهاز الأمر المفروض أنه يحسن كثير على الأداء وأيضا في عندنا قدرة ممتازة من ناحية الرماد فعندك نسخ 12 بالتحديد للألترا هذا راح يكون متوفر أو باقي العائلة راح تكون متوفرة بثمانية لكن الألترا 12 وأطلع توفرها لسه مش واضح في الوطن العربي بشكل عام ولكن على الأقل نسخ التخزين كمان ما في الآن 128 إلا في حالة الثلاثة وعشرين السادة لصغير الباقي راح يبلشون 256 وفي العالم العربي حتى عندي في الأردن الألترا راح يجي أقل شيء ب512 واللي هو أمر رهيب جدا وهذا الكلام مع UFS 4.0 مش 3.1 أو 3.2 فتجيل أجدد جيل أسرع وبشكل عام ميزات وهاردوير يعد من الفئة العالية عدا عن ذلك باقي الأمور نسبيا لا تزال كما هي بنتكلم عن نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة سامسونج الوان يو آي 5.1 بالطبع مع 5 سنوات دعم من ناحية تطبيقات وتحديثات الأمان بالإضافة لأربع أجيال من تحديثات أندرويد فهذا الكلام الآن بيجي مع أندرويد 13 فـ 14 و 15 و 16 راح يكونوا مضمونين على هاي الأجهزة وأيضا البطاريات نسبيا ما تغيرت الألترا ما في علا أي تغير 5000 من ناحية الساعة والسرعة ويرلس وسلكي لا تزال كما هي النسخ الثانية زادوهم شعرة صغيرة 200 ملا أمب وبالتالي صار في عنا 3900 ملا أمب على البيس على السادة و 4700 على البلس الأمر المفروض يعطيك عمر البطارية أحسن شوي ولكن لسه هذا الكلام برضو لازم نختبره علشان تشوف فعليا قديش زاد عمر البطارية على هاي الأجهزة وقديش تحسن والأسعار اللي عندي في هذه اللحظة لا تزال مش شاملة لكل شي فعندي فقط أسعار الأردن في حالة الألترا رح يكون 999 دينار في حالة البلس رح يكون 799 دينار أردني راجع الوكيل محلي في بلدك واشوف اليوتيوبر اللي عندك علشان يعطيك السعر المحلي لهذا الجهاز عند الإطلاق وهذه الأجهزة رح تكون متوفرة في الأردن مع ساعة الجالاكسي واتش الجديدة نسخة 44 مليمتر و 42 مليمتر عند الإطلاق فبشكل عام هذا كان ملخص سريع لكل أشياء الجديدة في عنا ثلاث أشياء التصميم اختلف شوي الكاميرا على الألترا بالذات تغيرت والأداء عليهم كلهم تحسن اللي رح نختبر قديش هذا الكلام بالضبط فإيش رأيك في هذه الأجهزة وإيش رأيك في التحديثات اللي جاعت على هذه الأجهزة أكيد لي في قسم التعليقات إيش حاب تشوف محتوى عن هذه الأشياء بإذن الله رح تبلش تجربتهم قريبا ومعينتهم رح تكون قادمة على القناة بس هذا كان كل شيء في فيديو كاماكم صلاح حامد في أمان الله